تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العالي القافلة طبية تنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وهيئة تعليم الكبار وعدد من الجمعيات الأهلية بمدينة المحروسة بحي السلام ثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق وذلك في إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعي لجامعة عين شمس لا سيما في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجا اشتركوا في القناة